في مطلع الموسم الجديد 1922-1923 اتفجأت الجامعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم بعدم تقدم أي نادي مصري بطلب الاشتراك في بطولة كاس السلطان حسين الأندية المصرية وعلى رأسها النادي الأهلي قررت تفعيل قرارها بعدم اللعب مع الفرق الإنجليزية والفرق الإنجليزية بتلعب في كاس السلطان حسين يبقى مش هنشارك فيها هنا أدراكت الجامعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم إن البطولة هتفشل ومش هتجيب أي إرادات وبالتالي الفرق الإنجليزية هيوقف نشاطها فقررت الجامعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم لاجتماع مع الاتحاد المصري لكرة القدم لبحث أي حلول لعدم إيقاف المسابعة وتم تشكيل لجنة مكوانة من مسؤول الجانبين وتكرر عقد اجتماع يوم الخميس 9 نوفمبر 1922 في مقر جريدة الإجيب شميل اللي كانت بترع البطولة وفي الاجتماع ده تنازلت الجامعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم عن بطولة كأس السلطان حسين للاتحاد المصري لكرة القدم لتصبح البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم إشراف خالص على أساس أن يتم السماح بمشاركة أندية الجاليات الأجنبية والفرق العسكرية في البطولة وفعلا تم ضم البطولة للاتحاد المصري لكرة القدم اللي شك اللجنة لإدارتها وكان أول قرار اتخذوا اتحاد الكرة بعد ضم البطولة المصادقة على عدم قبول الأندية الملكية اللي هي سيفيليان كلابس للاشتراك في الكأس السلطاني إلا بعد انضمامها أولا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بناء على قرار لجنة الكأس السلطاني وزي ما قلنا الأندية الملكية أو المدنية اللي هي سيفيليان كلابس هي أندية الجاليات الأجنبية والقرار كان المقصود منه ضم أندية الجاليات الأجنبية اللي ما انضمتش عند تأسيس الاتحاد المصري وده بغرض استكمال سيطرة الاتحاد المصري لكرة القدم على كل المسابقات اللي بتتلعب في مصري شكرا